قتل ما لا يقل عن عشرين شخصا وجرح أكثر من مئة آخرين إذ رفيضانات هائلة ضربت سكوبي في مقدونيا السلطات أشارت إلى أن عواصف عنيفة رفقتها رياح عاتية ما أدى إلى فيضانة وسيول وضعت السلطات البلدية السكان المحليين إلى تجنب الخروج إلى الشوارع وخصوصا التنقل بالسيارات هذا وبلغت سرعة الرياح أكثر من سبعين كيلو مترا في الساعة بالضواحي الشمالية الشرقية للعاصمة مقدونيا سكوبي فرق الأنقاذ أشارت إلى أن معظم الضحايا من سكان قرى محيطة بسكوبي حيث ارتفع منسوب المياه في هذه القرى إلى متر ونصف المتر في بعض الأماكن من جهتها هيئة الأرصاد الجوية توقعت بأن تبقى الأحوال الجوية مضطربة حتى نهاية يوم الأحد مع هطول أمطار جديدة يشعر إلى أن سكوبي شهدات في العام 1962 فيضانات هائلة لن تسفر عن وقوع أي ضحايا